امسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام وهلا بكم إلى هذا اللقاء امطار ستخص امسية اليوم منطقة الواحات حتى مصلحة الارصاد الجوي اصدر التنبيه من المستوى الاول على كل من توقورت كذلك المغير وحتى على اقول الواد اذا امطار خلال هذه الامسية على شكل زخات ان شاء الله اما خلال يوم الغد كذلك بعض الامطار ستستمر في التساقط على شمال الصحراء ومطقة الواحات لتلتحق خلال امسية الهضب العليا الوسطى وكذلك الشرقية لكن سيرتفع ضغط الجو على حوض المتوسط فعليه اجواء مشمسة مستقرة على المناطق السحلية اقول هبوب رياح قوية على وجه السحل الغربية تصل غير 50 كم في الساعة حتى على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي ستعمل على تطير للرمال خلال هذه الالاو خاصة صباحة الغد ثلاث درجات فقط ودون الصفر تقس بارد على الصيف كذلك باتنة سعيدة درجتنا على العاصمة بشار خمس درجات على كل من غردية بسكرة لمغير حتى على ولاية تندوف سبع درجات على الصحراء الوسطى سبع ترشن درجات على أقصى الجنوب اما خلال ظاهرة الغد درجات الحلقسوى في ارتفاع خاصة على الوجهة الغربية ننتظر الـ 21 درجة على وهران 16 درجة على العاصمة 8 درجة فقط على السعيدة 14 درجة على بشار 16 درجة على كل من تندوف كذلك أدرار تيميمون وحتى على ولاية إليزي 32 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى من هادئ إلى قليل اضطراب خاصة على الوجهة السحلية الشرقية لكن مضطرم حاليا على الوجهة الغربية رياح ضعيفة قريبا على طول الشريط الساحلي ترجمة نانسي قنقر